لم يعرف عن اللجنة العسكرية التي رأسها القيادي الانفصالي هيثم قاسم أن نجحت في تنفيذ أي من مهامها وبنودها التي نص عليها المرسوم الرئاسي وقرار تشكيلها وتعيين رئاستها من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية قبل نحو عام ونصف منذ ذلك الحين واللجنة تبدو شبه مجمدة ومعطلة وخاضعة لمزاج رئيسها هيثم قاسم الذي يتزعم ميليشيات مسلحة يرفض دمجها في إطار وزارتي الدفاع والداخلية مستندا في موقفه للمجلس الانتقالي الذي ينادي بالانفصال ويجير عمل اللجنة العسكرية ويستغلها بشكل معاكس لوظيفتها إذ تقول مصادر خاصة من داخل الاجتماعات المحدودة للجنة إن هيثم قاسم وأعضاء الانتقالي وطارق صالح المشاركين في رئاستها حولوا اللجنة إلى مظلة وأداة لإضعاف الجيش النظامي التابع لوزارة الدفاع مقابل دعم وتثبيت فوضى التشكيلات العسكرية وعرقلة أي جهود من داخل اللجنة تسعى لتوحيدها ودمجها بموجب المرسوم الرئاسي بل رفضت رئاستها مجرد طرح أبرز مهام اللجنة ومسؤولياتها للنقاش في اجتماعاتها الهامشية وفي المقدمة منها توحيد ودمج جميع التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية لكن قيادة اللجنة العسكرية وخلال اجتماعها أمس برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في معقله داخل المعاشيق بعدا قالت إنها رفعت تقريرا بإنجازاتها ونجاحاتها منذ تشكيلها قبل نحو عام ونصف بحسب وكالة سبأ التي لم تذكر منجزا أو نجاحا واحدا منها فما الذي أنجزته اللجنة غير تثبيت التشكيلات العسكرية وتوفير غطاء يعرقل دمجها وتوحيدها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية ترجمة نانسي قنقر